نفى مصدر مسؤول برئاسة الوزراء الشائعات المتداولة حول اقتحام قصر المعاشي واختطاف أحدى موظفي رئاسة الوزراء بأوامر من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي ودع المصدر على التحري الدقة والمستاقية وعدم الإنجرار خلف الشائعات التي تقف وراءها أغراض مشبوهة تسعى إلى تمزيق الصف الوطني وحرف المعركة الوجودية ضد المليشة الحوثية اشتركوا في القناة